السلام عليكم تلميذي الأعزاء في الحصة الماضية أعطيت لكم نظام ألي معقد وقلنا أحسن طريقة لتعامل مع هذا النظام هو تجزئته لأجزاء وكل جزء نسميه بأشغولة بهذا الشكل وهذه الأشغولات يتحكم فيهم متمن جديد يسمى بمتمن تنسيق الأشغولة وقلنا أن هذا المتمن يعطى من طرف الصانع وتوجد أسئلة كثيرة تعطى في البكالوري على هذا المتمن وأجبنا عليها بالتفصيل في الحصة الماضية بعدها وجدنا إشكالية جديدة في هذا المتمن أنه لا يحتوي على مرحلة ابتدائية التي تكون منشطة في حالة راحة فيعني أن هذا المتمن لا يتتدور فالحل هو متمن قيادة والتهيئة وذلك عن طريق الأمر إصلاح جبيان واحد إذن أي وش معنا تهيئ لي جبيان متمن إنتاج العادي والله متمن تنسيق الأشغولات وواحد وش رقم الأشغول التي أهيئها التي أبدأ بها إذن هذا المتمن ماذا يسمى؟ يسمى متمن قيادة والتهيئة إذن تلميذ الأعزمة ما هي السلبية الموجودة في المتمن تنسيق الأشغولات؟ السلبية الموجودة أن كل المرحل المخملة لا توجد مرحلة ابتدائية منشطة في حالة راحة المرحلة ابتدائية يكون رمز تاحة مربع مزدواج إذن في هذه الحالة متمن تنسيق الأشغولات لا يتطور وبالتالي ما الذي ننتظر؟ ننتظر تنشيط مرحلة X102 التي تحتوي على الأمر إصلاح جبيان واحد اللي هي هيئة لمتمن إنتاج العادي وذلك بتنشيط أشغولة واحد عند تنشيط مرحلة 102 ما الذي يحدث؟ يطبق هذا الأمر فتنشط هذه الأشغولة بعدها عند تنشط أشغولة واحد تصبح تسوي واحد منطقي X1 ماذا يسوي؟ يسوي واحد منطقي فيتطور متمن قيادة والتهيئة من مرحلة 102 إلى 103 واللي مكتوب فيها التشغيل آلي إذن وش ما عندها تشغيل آلي؟ هذا المتمن إنتاج العادي يبقى يطور وما يتوقفش حتى نضبطه على AR إذن في هذه الحالة ما الذي يحدث؟ عندما تنشط الأشغولة واحد تدوير الصحن يدور الصحن الضوار وعند نهاية التدوير ما الذي يحدث؟ تنشط أشغولة 2 و 3 و 4 و 5 في آنين واحد وتخمل أشغولة تدوير الصحن ثم تنشط مرحلة الانتظاء بعد نهاية التقديم ثم تنشط مرحلة 3 استبعد نهاية الملء ثم تنشط مرحلة 4 استبعد نهاية الغلق ثم تنشط مرحلة استبعد نهاية التحويل وعندما تكون هذه المرحلة الانتظاء كلها منشطة ما الذي يحدث؟ تنشط الأشغولة 6 وهي تحويل الاثنين ثم المتمن إنتاج العادي يعود إلى الأشغولة الأولى ثم يبقى يتطور بنفس الطريقة ولا يتوقف إذن يوجد عيب آخر في المتمن إنتاج العادي عند تشغيل نمط تشغيل آلي هذا المتمن إنتاج العادي لن يتوقف يقوم بملء الدلو الأول ثم الثاني ثم رابع ثم خامس إلى آن دلو ولا يتوقف لذلك واجب توقيفه عن طريق متمن قيادة والتهية كما تلاحظون 103 هي تشغيل آلي و 104 وهي مواصلة تشغيل النظام وشيء الاستقبالية 104 اللي هي AR مع تطلب توقف نهاية الدورة لتوقيف المتمن إنتاج العادي يجب ضغط على AR عند تنشط 104 تنشط مواصلة تشغيل وشمعت مواصلة تشغيل عند ضغط على AR المتمن إنتاج العادي ما يتوقف لازم حتى يكمل آخر مرحلة فيه كما هنا ضغط على AR وكانت أشغوله واحد منشطة إذا لم تمن إنتاج العادي يكمل تطوره بهذا الشكل وين يروح؟ يروح للأشغولة 2 و 3 و 4 و 5 في آنين واحد وبعدها تنشط مرحلة 2 و 6 وبعدها 3 و 6 وبعدها 4 و 6 وبعدها 5 و 6 وبعدها تنشط أشغولة 6 كنا نوصل إلى أشغولة 6 ونشوف آخر مرحلة فيها اللي هي فندو سيكل آخر مرحلة في أشغولة 6 عندما تتحقق هذه المرحلة في أشغولة 6 ما الذي يحدث؟ تتحقق فندو سيكل وبالتالي يتطور متمن قيادة والتهيئة من مرحلة 104 أين يذهب؟ إلى مرحلة 100 توقف وهنا يتوقف متمن قيادة والتهيئة وهنا يرجع متمن إنتاج العادي للحالة الابتدائية كل أشغولات وكل مراحل متوقفة وخاملة إذن وشقنا في هذه الحالة؟ متمن قيادة تهيئة واش وظيفته؟ وظيفته تهيئة الأشغولة الأولى من متمن إنتاج العادي يعطيه الإقلاع به يمشي وثاني حاجة يعطيه طلب التوقف في نهاية الدورة وتوجد أفكار كثيرة راح نشوفها في حصتها اليوم إذن تلميذ الأعزاء درسنا اليوم هو متمن قيادة والتهيئة الحصة 45 سوف تكون حصة مفصلة على متمن قيادة والتهيئة جيسي بالتفصيل مع ستة مرين بالتفصيل موميل تلميذ الأعزاء في الحصة الماضية كمنا حصة 44 أبقونا تسع فيديوهات وإن شاء الله بإذن الله نكملهم في أقرب وقت فاصل ثم نواصل تلميذ العزيز لكي تفهم جيدا ولكي يكون تكوينك عالي هذا النظام الآلي راح نديرو السيميلاسيو كما تلاحظون هذا نظام آلي معقد يحتوي على ستة أشغالات وهذا قيم طر التحكم الذي يحتوي على ذغيطات وزرار ومختلف شواهد الضوئية ثانيا كما تلاحظون هذا متمن قيادة والتهيئة مخالف على المتمن قيادة والتهيئة الذي أعطيته لكم في بداية الحصة واش معناته؟ معنتم متمن قيادة والتهيئة يصنع الصانع وانت لازم تعرف تخدم به وفي ناس الوقت لازم تعرف تجاوب على الأسئلة الموجودة على متمن قيادة والتهيئة كما تلاحظون متمن قيادة والتهيئة ترقيم تعو عادة يبدأ بالمياة 101-203 وإن تلقى المتمن فيه ترقيم بالمئة فما فوق فهو المتمن قيادة والتاهيئة من بعدها هذا المتمن تنسيق الأشغولات لي في 6 أشغولات لدرسنا الحصة الماضية وفي هذه الحصة وجبتكم متمن تاع الأشغولة رقم واحد كما تلاحظوا أشغولة رقم واحدة هي خطين متوازين اسمها تدوير الصحل واش كان في داخلها؟ كان في داخلها هذا هو المتمن اليوم مرحلة 10 مرحلة التوقف مرحلة 11 يتدور لي السحنة تدور لي يتحكم في موتور بابا ومرحلة 12 هي مرحلة نهاية الأشغولة واحدة وهذا نعرفهم بتفصيل من بعد تلميذ الأعزاء النظام في حالة راحة في الحالة يبدأ في أول مرة وش يكون يكون فارغ ما فيش المواد الأولية كما كم تلاحظوا هذه هذه القناة الاتين بالديلة تكون فارغة هذا الخزان يكون فارغ هنا الأغطية كامل مكانش إذا في هذه الحالة وش راكم تلاحظوا شوفوا في قمطار التحكم كما كم تلاحظوا في واحد منطفي و في زيرو متواهج في زيرو ما معناتها؟ معناتها هذا الخزان فارغ من الزيت كما كم تلاحظون M و R متواهج ما معناتها النظام في حالة التوقف إذا تلاميذ الأعزاء ما سيكون يتحكم في المتمن الانتجل هذه المتمن قيادة والتهيئة معناتها نبدأ بالمتمن قيادة والتهيئة في الحالة الابتدائية أي متمن يحتوي على مربع مزدوج إن نسميه هذه المرحلة مرحلة ترحة ستكون منشطة في حالة ترحة إذا هذه X100 ستكون منشطة في حالة ترحة والأشغولة واحدة فيها كذلك مربع مزدوج كذلك ستكون منشطة في حالة ترحة وبهما بعدها يطور المتمن انتلاق من القواعد تتطور لدرسناها في الحصة الماضية تلاميذ الأعزاء ركزوا معي يمليه إذا نروحوا للقمطرة التحكم في الحالة الابتدائية وش لازم يكون؟ لازم كونديسيو إن سيكون محقق شمعتها محقق؟ لازم كل روافع ثنائية الاستقرار تكون في حالة ترحة كيف نعرفها؟ رحوا للمناولة الهيكلي كما هذه رافعة سق سي كما رافعة سي سقها داخلها ذقط على C0 ولا ه kim here mis are some كما رافعة بها ذقط على B0 وهناها B0 متوهج وكما رافعة D ذقط على D0 و arguing how it is, G0 متوهج وكما هذا اصلاحنا نتحدث دائما على A A المغالر في حالة ترحة A متوهج اذا في هذه الحالة البحارة otro time لنقدر انشغل نظام لا تكون محقق عدد أو رافعها خارجة ونظام آلي nagyon لم يجب أن يطوره التهيئة الأولية اقتراحكم لague this بعد مرحلة 101 مكتوب عليها تهيئة الأولية للنظام عن طريق الضغط على إنيت وش رايكو بلو كان نخرج لكم الساقة رافعة بي إذن وش ولت رافعة بي في حالة عمل وضغط على بي واحد على هذي وش راكم تلاحظوا في كونديسيو إنيسيا بزير وش يسوي يسوي السفر إذن كونديسيو إنيسيا شروط لإبتدائية تهيئة النظام غير محاققة إذن النظام الآلي في هذه الحالة ما يمشيش على هذي وش دارو في المنطقة من قيادة التهيئة بعد مرحلة التوقش يديرو مرحلة 101 اللي هي عادة أن وش ح تكون تهيئة الأولية للنظام آلي ولكي أشغل هذه المرحلة يجب أن يكون شرط محاقق لواء إنيت إذن وش ندير أول حاجة بنشغل النظام الآلي لازم ليشغل 101 عن طريق تنشيط القابلية إنيت إذن وراه إنيت اللي هي الضغطات التهيئة إذن وش نديرو نضغط على الضغط على التهيئة ما الذي يحدث ركز معي ملاح نشطة 101 101 وش هو الفعل مرفق تهيئة الأولية للنظام إذا وش يصير النظام الآلي كل منافذة تعود حالة الإبتدائية إلى غاية تحقق كونديسيو إنيسا ركز معي ملاح وش يصيرها إذا وش تلاحظوا عند الضغط على إنيت كل منافذة ترجعت حالة الإبتدائية إذا نرافع برجعة حالة إبتدائية ضغطت على بي زيرو إذن بي زيرو شي يسوي واحد إذن كامل محقق بما أنه مرحلة 101 محققة وكونديسيو إنيسيال يسوي واحد منطقي محقق ما الذي يحدث تنشط 102 وتخمل 101 ومية واثنين وش هو الإي في الحالة الإبتدائية معتها نظام تعكره مريغان من بعدها تلميذي الأعزاء كيت نشط 102 هذا متمنقيدة والتهيئة ولا دليل وش معتها دليل تليل تشغيل وش هو تشغلك حاب ديره إذا إذا حاب دير تشغيل آلي متكرر معتها النشط لي اوتو إذا حاب دير تشغيل اختبار النشط لي مانيو إذا أنا وش راح ندير في أول حاجة حاب ندير تشغيل نظام آلي وشوفوا نظام آلي كيفة يطوى إذا بها نشغل هذا الفرعة الجماعة وش راكم تلاحظوا أول حاجة لازم نشط 103 بها النشط 103 وش لازم لي لازم نضغط على أم ماش نشغل النظام والمبدلين ديرها في وضعية الأوتو بها نشط 103 إذا أرواح نديره سيميلاسيو إذا هذه الطرقة نعلم فيكم كيفية تشغلون أنظمة الآلي إذا أول حاجة وش لازم ندير رغزم عامله هذه المبدلين إذا كانت في حالة توقف آم ندورها للآن بهذا الشكل مجرد أنه دورتها الآن مشتاكم تلاحظوا توهج شاهد ضوئيتها الآن إذا نظام الآلي طور وما ما تطورش ما تطورش بس كولها آم تساوي واحد ومية أوتو تساوي صيف لازم المبدلين هذي اللي رأى في وضعية ماني لازم نحولها للآتو إذا آم يساوي واحد أوتو يساوي واحد وش حيص راح تنشط 103 إذا وتخمل 102 ومية أوثنين ومية أوثنين وش فيها فيها فعل وش يو إصلاح جي بيان واحد وعرفنا باللي أنه متمن تنسيق الأشغلات معا كل مراحل تعه كامل مقاملة لازم متمن قيدة وتهيئة ينشط له أحد مراحل إذا وش يو في المية أوثنين وش يو الفعل إي معانتها إنيسياليزاصي معانتها هيئ لي جي بيان هو متمن إنتاج العادي اللي تنسيق الأشغلات وش هيئ لي نشط لي الأشغل رقم واحد إذا وش راح يصار في هذه الحالة تنشط أشغل رقم واحد وتنشط اهنا يا إذا متمن تأشغل واحد للأجماعة هل يتطور أم لا لا يتطور لماذا لماذا لأن اكس واحد يساوي واحد منشطة مي باتبشي هذي لازم اكس مية وخمسة أو اكس مية وستة تكون واحد منطقي واكس مية وخمسة اكس مية وستوين موجودة موجود في المتمن قيدة وتهيئة إلى حد الآن النظام الآلي لا يشتغل إذا وش يو في هذه الحالة عندها تنشط مية وثلاثة وإكس واحد تصبح مونشطة ما الذي يحدث من قيدة والتهيئة تنصف مرحلة مية وربعة وتخمل مية وثلاثة مرحلة مية وثلاثة وش فيها أعمال تحضيرية إذا النظام الآلي كما كم تلاحظوا هذا لازم نحضره للمواد إذا وش هي الأعمال تحضيرية أول حاج وش لازمنا لازمنا لحضره لفرغة ونملوه هنا بطريقة يدوية ثاني حاج وش لازمنا نملو نملوه الخزان بالزيد في هذا الشكل إلى غاية في واحد وكما كم تلاحظوا وش معنا خزان ممتلئ ثالثة حاج وش لازمنا نجيبوه لأغطية البلاستيكية ورابع حاجة لازمنا أعمال يدوية لازمنا نحضره دلو فارغ بهذا الشكل ودلو ممتلئ هنا ودلو مغلق هنا باقي دور صح ندوار يعك يديهم المركزة الثلاثة إذا وش نقلو في هذه الحالة نحضر دلو فارغ ودلو ممتلئ ودلو مغلق لماذا لأنه أشغلة الأولى وش هي هي أشغلة التدوية الصح نوش معناتها دوار هم في ثلاثة كدور هذي الأشغلة هذا الفار سيذهب أمام الملء، وهذا المملوء يذهب أمام الغلق، وهذا المغلق يذهب أمام التحويل. إذن بعدما حضرت أعمال التحضيرية لديه للمشاعدات اللقاء, إذن بعدما نهاية العمل التحضير والليكابتور يسبق أحد ما الذي يحدث? تنشط مية وخمسة وتخمل مية وربعة، بل مجرد أن تنشط مية وخمسة وتمد تشغيل ألي. لم يتمد تشغيل ألي للمتمنى أن تنسيق الأشغلات، كل أشغلة فيها إكس مية وخمسة. تأكدوا باللي أشغولة واحد وثنين وثلاثة وربعة وخمسة وستة كامل في مية وخمسة زائد إكس ومية وستة كيتحقق هذا الشرط ما الذي يحدث يبدأ متمن إنتاج العادي يبدأ متما تنسيق الأشغولات في التطور وكل أشغولات تطور إذن أول أشغولة بليها تمشي وشي أشغولة واحد إذن وشي عادي ستراح رقز معي ملاح تنشط الأحداش وشي هو الفعلتها تحكم متوربا أبا متوربا أبا يدور 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 وكتهي يتوقف حتى يتحقق الأب بمجرد أنه يتحقق الأب تنشط مرحلة 12 مرحلة 12 هذه تمدل الجواب اللي هو إكس 12 معناة نهاية الددوة هي إكس 12 تعد أشغولة واحد منشطة أو إكس 12 محققة ما الذي يحدث تخمل أشغولة واحد ومن بعدها في المتمن تنسيق الأشغولات تنشط 2 و3 و4 و5 في 2 و1 وتخمل واحد هذا الشكل رقز معي ملاحك هي صراحة تنشط أشغولة تقديم و3 الملء و4 الغلق وتحويل مع بعض مع أنت هذه الأشغولة وشغولة الملء وشغولة الغلق وشغولة الإخلاق رقز معي ملاحك كيف هي يمشيوا إذا هنا انتهت أشغولة 2 هي الأولى ثم أشغولة 5 ثم أشغولة الملء انتهت ثم أشغولة 4 وهنا أشغولة 6 ما تنشط لازم حتى يكون كل مرة الانتظار منشطة أو شرط محاقة بعد وش يصار تنشط أشغولة 6 وش هي الأشغولة 6 هو التحويل الثنين اللي هو اللي تحكى فيه المحرك هذا اللي هو آم الثنين بهذا الشكل من بعد تلميذ الأعزاء كيف كمال أشغولة 6 هي العيوب متمن الإنتاج العادي ما يتوقفش يبقى يتكرر الآن مرة حتى لازم نطلبه توقف إذا من مرحلة 6 نحيره عاودي يروح للأشغولة 1 بهذا الشكل بعد أشغولة 1 تولي 1 محاققة بما أنه 1 محاققة أو X100 محاقق حتنشط مرحلة 1 مرحلة 1 وش هي تدوير الصحي بلعاودي دور يضغط على أم وش هي سرع تنشط مرحلة 12 تمد الجواب وكيتمد الجواب X12 تكون منشطة وش هي سرع تنشط 2 و3 و4 في أن واحد وحيزيد وينشطه مع بعض بهذا الشكل مرحلة 1 بعدها تلميذ الأعزاء كينش طواذ وربعة تنشط أشغولة 6 اللي هي إخلاء بعدها ما الذي يحدث تعاود تنشط مرحلة 1 اللي هي أشغولة 1 تلميذ العزيز أحد سألني سؤال كيف أستاذ نوقف هذا النظام؟ طريقة بسيطة جدا لازم لي نضغط على AR إذا لتوقيف النظام يجد تدوير مبدلة إلى نمط توقيف AR بمجرد AR تحقق ما الذي يحدث تنشط X106 X106 وش فيها مواصلة تشغيل حتنية الدور وش معنى توقف النظام؟ معنى إذا كان النظام في حالة الأعمال ما يتوقفش حتن يكمل آخر مرحلة 1 كما كم تلاحظوا ما زال ما توقفش حتن يوصل آخر مرحلة في أشغوله 6 بهذا الشكل ألسام مصلش أشغوله 6 إذا هنا ذوكوش أحدير أحطن شرط أشغوله 6 اللي هي بعد نهاية تعتوين هذا الثلاث وش هي ترى فاندو سيكتولي محاقق ويني عاود يطور المتمن من X106 عاود يرجع إلى 102 اللي هي إيقاف في حالة الإبتدائية إذن تلميذي العزيز هنا وش درنا نمط الآلي وعرفنا أنه وش وظيفة نمط الآلي معنى المتمن تنسيق الأشغولة يبقى يطور مرة إلى غاية الطلب توقف نهاية الدورة هذا وش هو نمط تشغيل الأول في المتمن قيادة والتهية اللي يعطينا طرف الصانع فيه تشغيل الثاني اللي هو تشغيل مانيال اللي هي مانيو إذن وش معانتها وظيفة إذا وش معانتها تشغيل يداوي أركزو معايم ليه بتفهموها لازم نديروها السي ملاصف إذا تشغيل يداوي نحب أن تستي أي آلة على حدة باستقلالية هذا نمط الاختباري تحب تستي به المنفذة تواعك كي تلقى كل شيء راغو يمشي نورمال بتنشط لي نمط الأورتو إذا جمع به نشطه 107 لازم لي لازم لي 102 تكون مناشطة وماني تكون محققة إذن بهن تستي الروافع ولا المحاركات لازم لي هذه المبادلة ونحولها لنمط ماني بهذا الشكل بعد ما دورتها الماني إذا ماني وش يساوي يساوي واحد ومرحلة 102 مناشطة ستنشط مرحلة 107 مرحلة 107 واشتنشط لك تشغيل يداوي إذن هذا الأزرار جمع دركوا كامل يمشيوا الزر اللي تضغط عليه رح يتستي لك رافع مثلا نحب مثلا تستي دي سي زايد مجرد نضغط على هذا زر مالذيح خلو الساقة رافعة سي وضغط على سي وواحد وكما كنت لاحظون أن السي زير الصفر أصبح منطفئ لأنه كونديسة وإنسان غير محاقة هنا وشرنا قرأنا أن تستيه في الرافع أنت وعنا لو كان مثلا نحب نرجع الساقة رافعة سي بما أنه ثنائية الاستقرار لازمين ديها التقضية العكسية وش نضغطه 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 لدي سي مثلا نحب نزيد نحاب نخرجها نضغط لدي سي زي مثلا نحب أن تستي رافعة دي دي زي وش نضغط نضغط لدي دي زي مثلا لو كان نحب نرجعها نضغط على دي دي ناقص دقيق عدسيا نعود زي دين تستي وشارك تلاحظوا كل منافذات تعمل جيدا تلميذي الأعزاء وش رايكم لو كان ننتستي ورافعة دي ا وحاديث الاستقرار وحكيتكم عليها من قبل وحاديث الاستقرار تضغط على دي ا زي تخرج مجرد حرار يدك ترجع تلقائيا إذن ها دي ازي خرجك وكان حرار يدي شوفوا مجرد حرار يدي رجعت وحدات تلقائيا لأنه عندها نابض يرجع هذه ما نديرها شفعل في المتمان بعدما كمان تلميذي الأعزاء وتستينا كل شي وش راكم تلاحظوا خلينا هذي رافعة سي خارجة وخلينا رافعة دي خارجة على هذي وش يديره في المرحلة مية وسبعة وين يعود يرجعها يرجعها مية وواحد اليتهيئة الأولية بترجع كل منفذات الحالة سؤال مرة ترحبها نعود النشط من مرحلة مية وواحد لازم لي الشرطين الشرط الأول ضغط على اينيت والشرط الثاني لازم ماني تكون منفية وش معتها منفية نعود ندورها العكس إذا وش نديره في هذه الحالة نشطة مية وواحد وش لازم لي؟ لازم يروحوا المبدلة هذي هكذا ماني يسوي واحد معانتها المبدلة تسوي واحد كيف بدلوها في الأوتو إذا ماني وش تسوي تسوي السيفة معتها ماني بار وثاني حاجة وش لازم نضغطه 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 على اينيت بمجرد نضغطه على اينيت وش سيصراء اينيت مناشطة ماني بار مناشطة حتى تنشط مية وواحد ركز معي مليح نشطة مية وواحد ومية وواحد الشيات هي الأول النظام عندها ترجع كل شي الحالة الابتدائي حتى يولي كونديسيو انيسيال يسوي واحد شافوا ش سيصراء إذا نشاكم تلاحظوا كل شيء ضوائية متوهجة معتها كونديسيو انيسيال يسوي واحد بما انو كونديسيو انيسيال يسوي واحد ويكس مية وواحد مناشطة حتى تنشط المرحلة مية واثنين ومبعدها تمت منقية لو تهيس وشي هو النمطك حابديره حابدير نمط تشغيل آلي اللي هو أوتو والله حابدير نمط تشغيل يداوي اللي هو مانيال بعد تلميذي الاعزاء بعد ما نشطط مرحلة مية واثنين اي هو ايقاف حلال ابتدائي لو كان تستيو هذا الضوائق هل تشتغل هذه الضوائق لا تشتغل هذه الضوائق ومتى تشتغل لازم يكون مية وسبعة ومناشط لازم تشغيل يدوي يكون مناشط ارواح ان تستيو واشتريكم لو كان نضغط على دي دي زين مسراء والو نضغط على اموح مدارش المحرك لماذا لماذا لانو هذه الضوائق متى تشتغل عندما يكون تشغيل يدوي محقاق هنا تلميذي الاعزاء كمانا سيميلاسيو هذا النظام وهنا وش عرفته عرفته باللمت من قيادة والتهيئة يعتبر كدليل تشغيل لنظام اهلي واشو معناتها اللو كانت تروح المصنع مجرد انو المهندس تعمل المصنع يمدلك قيمة طرح تحكم ويمدلك متمن قيادة والتهيئة تقدر تشغله بكل بساطة اذا انت لميذي الاعزاء فبا هو متمن قيادة والتهيئة اذا متمن قيادة والتهيئة رمز تعمل جي سي اي جي واشو معناتها معناتها غرف سات سي واشو معناتها كوندويت معناتها السياقة او قيادة واشو معناتها انيسياليزاسي ومعناتها التهيئة اذا هذا متمن قيادة والتهيئة حيكون مرقب برقم مئة الى غاية مئة وخمسة مئة وستة مئة وسبعة مئة وعشرة الحساب الصانع ليصم لك متمن قيادة والتهيئة مثلا صانع الاول خدمنا متمن قيادة والتهيئة هذا بهذا الشكل مثلا صانع الثاني يخدمون بهذا الشكل يحتوي على نمط اوتو ونمط سيكل بارسيكل مثلا صانع الثاني خدمنا متمن قيادة والتهيئة بهذا الشكل يحتوي على أوتو ونمط يدوي. إذن وش هو المتمن قيادة والتهيئة؟ بكل بساطة المتمن قيادة والتهيئة هو متمن يعطى من طرف الصانع مكشح تخدمون التهيئة. انت ممكن تقدر تجاوب على مراحل معينة. وظيفته قيادة النظام بطرق مختلفة مثلا بطريقة مانيالية يدوية سيكل بار سيكل دورة بدورة مع انتها نظام دير دورة و بعدها يتوقف و بعدها يبقى يدير دورات الى غاية الضغط على التوقف اختباري تيست الى اخره. هذي مش وظيفة انتعه؟ و وكذلك مش وظيفته تهيئة. وش معانتها تهيئة؟ ان يرجع كل منافذة الى حالة الابتداء كمش فينا بعد ما نضغط على اينيت. وكذلك مش وظيفته يعطي امر اقلاع لم متمن تنسيق الاشغولات اللي هو الامر اللي دي ما وش يسميه اسلاح جيبيا نشوف وش هي الاشغولة اللي نشطها ولا مرحلة مؤينة اللي نشطها. هذا هو المتمن قيادة والتحيئة. اذا تلاميذ الاعزاء وبكل بساطة. وش نقوله على متمن قيادة والتحيئة جي سي. كذلك هو دليل تشغيل نظام اهلي. انت لقا من مخاطط هذا تقدم تتشغل نظام اهلي بكل بساطة. هيا تلاميذ الاعزاء روحوا الامثلة. جبت لكم خمس امثلة بالتفصيل المو من ان شاء الله وش ي وليكم هذا متمن بس بوسة. وفي نص الوقت تكوين تاكا حيكون عالي. هذا مثال اول. هذا مثال الثاني. مثال الثالث. مثال رابع. واخر مثال الوام مثال خامس. وبإذن الله متمن قيادة والتحيئة حيوليكم بس بوسة. وتكوين تاكا حيكون تكوين عالي. هيا تلاميذ الاعزاء. نبدأ بمثال رقم واحد. في مثال الرقم واحد. واش عطانا؟ عطانا مناولة هيكلية. نحتاجوها المناولة هيكلية. وعطانا متمن قيادة والتحيئة. سؤال واحد. ما هو وظيفة المراحل من اكس مية حتى اكس مية وسبعة. توقع هذه الاسئلة تجيكم بزة. اوكي. سؤال ثاني. انطلاق من المناولة الهيكلية. عوض القابلية كونديسيو انيسيان. واش قال لكم؟ قال لكم خرجوا لي سي اي. كما كنتم تلاحظوا هنا مية واحد تحيئة آلية لنظام آلي. سي اي هذي. وش هي المعادلة انتاحة المعادلتها باش تعلق. تعلق بالملتقطات الميكانيكية المغلقة في حالة ترحها. وعادة تكون روافعة ثونائية الاستقرار. والسؤال الاخير. قال لكم فسر معنا الامر. اسلاس جي بيان واحد. ربعة مع ثلاثة وخمسة مع ربعة. اللي شفنا في الحصص الماضية. هاي نبدأ نجاوب طلبة الأعزاء. اذا اول سؤال ما وظيفة المراحل في المتمن قيادة والتحيئة. اذا ما وظيفة المرحلة مية. وشوف مية وش فيها. كما هنا اكس مية هي مرحلة ابتدائية. ومرحلة ابتدائ اذا ما نكتبه مع بعض. اكس مية هي مرحلة توقف. فلنصبها مرحلة ابتدائية وين يكون نظام متوقف. لبعدها اكس مية واحد. رح نحوص على اكس مية واحد. اذا ما وش لكم تلاحظ في اكس مية واحد. وش كان كين تهيئة آلية لنظام. اذا ما وظيفتها اكس مية واحد. نكتبه مع بعض. مرحلة تهيئة النظام. كنت نشط مرحلة مية. يتعود كل منافذة الى حالة الابتدائية. رحوا لبعدها اكس مية وثنين. وش هي اكس مية وثمنين. وش هو الفعل التحال? الفعل التحوال ووظيفة التحال. اذا اسلاح جي بيان واشغولة واحد ومرحلة الانتظار رابعة ثلاثة ومرحلة انتظار خمسة رابعة. اذا وامرحلة التهيئةatten garbage من انتاج العادي. وذلك بترشيط الاشغولة واحد ومرحلة الانتظار ربعة ثلاثة ومرحلة الانتظار خمسةربعة. رحولي بعدها اكس ميات وثلاثة. هذه اكس ميات وثلاثة فارغة. انقدم نسميها مرحلة الانتظام هذا الشكل. ونقضي نسميها النظام يكون متوقف في حالة راحة كذلك تكون يكون متوقف. لازم النظام هنا ما يدير حتى حاجة حتى لا تنشط مية وسبعة ولا تنشط مية وربعة. بما أنه فارغاتنا ما نسميه مرحلة الانتظام. روحوا لي بعدها اكس مية وربعة. كما كنتلاحظوا اكس مية وربعة وشي هو الفعل موجود فيها تشغيل تحذيري. إذا مية وربعة وشي تنشط لك. تنشط لك تشغيل تحذير. لازم تحذر واش راح من ناقسك في نظام ألين تاع. إذا إكس مية وربعة. ماذا تسمى بمرحلة تشغيل التحذيري. مية وخمسة. وشي هو مية وخمسة فيها تشغيل ألي. هذي مية وخمسة بمجرد تنشط. متما تنسيق الأشغلة راح يبقى يبدأ يطور 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 وما يتوقفش يخدم مدى لولا ثانية 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 ربعة خمسة. وما يتوقفش. إذا مية وخمسة وشي يسميها تشغيل إذن مرحلة 105 مرحلة الإذن بتشغيل الآلي وكما كم تلاحظون X106 إذن وكما كم تلاحظون X106 عند الضغط على AR معانتها طلب توقف أو نفاذ المواد الأولية كما كم تلاحظون هنا تشغيل تحذيري وش هي المواد الأولية تاح وهي P هنا P باروش معتها نفاذ المواد الأولية إذا 106 وش وظيفتها طلب توقف في نهاية الدورة كنا نشطه 106 معتها نظامي توقاش هذه اللحظة معتها يواصل العمل تاعه حتى يتحقق لي فاندو سيكيل إذا 106 وش وظيفتها نكتل مع بعض مرحلة طلب توقف في نهاية الدورة والنظام الآلي واصل تشغيله إلى غاية تحقق وش هو فاندو سيكيل آخر مرحلة في آخر أشغوله آخر مرحلة وش هي 107 وش هو الفعلتها عمل تحقق معانتها عمل تحقق من غير الترتيب عند الضغط على عند تطوير مبدلة إلى مانيو إذا وش نقوله 107 وظيفة وتشغيل يدوي والله عمل تحقق من غير الترتيب ليش فيناها موقع بل تستيعرف أي رفعها بحيدة وباستقلالية هذا بنسبة لسؤال رقم واحد سؤال رقم اثنين انطلاقة من مناولة الهيكلية عوض القابلية معانتها الشرط الابتداء التي تبين أن النظام في حالة تراحة بما يساويه تلميذي الأعزاء كيمدلك مناولة هيكلية وروح أول حاجة أبدأ بالروافع ثنائية الاستقرار شوف حال تراحة باش مضغطة إذا كانت ساق رفعها داخلها ضغط على ملتقط لبي زيرو كما هنا مثلا رفعها بي وش راكم تلاحظوا أنه ثنائية الاستقرار فيها هزو ملتقطة لتلقى رفعها هزو ملتقطة لتلقى فيها ملتقطة لتلقى فيها ملتقطة واحد معانتها أحادية الاستقرار ما دخلهاش في كونديسيو إنسيو إذن وش نقوله هذه رفعها في حالة تراحة تضغط لبي زيرو و وش معانتها في زيدو رفعها كما كم تلاحظوا رفعها ساقتها داخلها وضغط على معانتها با Guardians 0 بتفهم رمتحها ہزو gdzieكم سيلكسيو لهم إذن كونديسيو إنسى أو شي يس照 أبدأ تديم هذو منطقي كما كم تلاحظوا هذا التركيب اثناء ذهبوا علىief 2 3 التي تتحرك. المضغوطة في حالة راح تبيل لي بلي نظام راه مهيئ. اذا ماذا هي الكنديسيو انيسيال هنا يا? الكنديسيو انيسيال هي هي بزيرو وصي زيرو ودي زيرو وك واحد. هذا بنسبة لسؤال رقم اثنين. ومن بعدها كنشوفوا الامثلة حزيتوا تفهمها اكثر واكثر. ملاحظة. فلاميذي الاعزاء. كونديسيو انيسيال لو كان ما تقدش تلقاها من المناولة الهيكلية. روح للمتمن قيادة والتهيئة. يبحث عن كونديسيو انيسيال في المتمن قيادة والتهيئة. اسفل مرحلة تهيئة النظام. ونحن في هذا النظام يعطي لي كونديسيو انيسيال معطيها ليش. في مي قادة تتوقع في متمن قيادة والتهيئة يكتب لك تهيئة نظام الي. وبعدها سيء يعطي لك قيمتها. هذه القيمة دي ما تمثل كونديسيو انيسيال. كي لا ملاحظة اخرى من المي ذي الاعزاء. بعد ما تقرأوا جيماء وتفهموا ان شاء الله. في المخطط جيماء روح نشوف الاستقبالية ما بين A1 و A6. اذا نروح نشوف الاستقبالية بين مستطيل الحالة اللي هو طلب توقف في مرحلة ابتداء A1. ومستطيل الحالة A6 اللي هو رجوع المنفذات للحالة الابتداء. هذه الاستقبالية تلقاها هي نفسها كونديسيو انيسي. هذا راح تعرفوه بعد ما تقرأوا جيماء ان شاء الله. هذا بدي سبال سؤال اثنين رحوا سؤال ثلاثة. سؤال ثلاثة ماذا قالكم فاسر معنا هذا الآن. وشمعتها A4.3.45 كل بساطة. اذا ماذا هيقصدكم هذا A4.3.5 كل بساطة. اذا ماذا يسميه امر تهيئة صادر من ماذا صادر من المتمن قيادة والتهيئة صادر من هذا المتمن. الى. ماذا تهيئة الاشغولة واحد. هاي وراء اشغولة واحد. ومراحل الانتظار 4.3.5.4. ويزول الامر بمجرد تنفيذ. ومجرد انه يتحقق هذا الشر يزول هذا الامر. هذه في حالة يقول لك وش معنها إصلاح جيبيا. روحوا التمرين رقم اثنين. بنفس الطريقة هنا التمرين رقم اثنين كين سؤال واحد. وش قالكم انطلاق من مناولة الهيكلية. ومتمن انتاج العادي. اكمل متمن قيادة والتهيئة. وزيد كما لي كونديسيو انيسيا. اذا تلميذ الاعزاء هنا وش راكم تلاحظوا. اعطيتكم متمن قيادة والتهيئة كين افعال ماشي موجودة. وكين الاستقبالات ماشي موجودة حين كملها. اروح كملها. اذا هاي نبدأ ونخطبه مع بعض. اذا التلميذ الاعزاء نبدأ من مرحلة مية واحد. بما انه كين اينيت وش حن دي راح نهيئة النظام. معتها مية واحد وش وظيفتها تهيئة النظام. اذا اينيت هي ضغطة تهيئة. اذا مية واحد وش معنتها هي المرحلة التحية. اذا فعلوش بكم هنا تهيئة النظام. بعدها روحوا كونديسيو انيسيال. كونديسيو انيسيال هي الملتقطة اللي يتبيل لي روافع في حالة ابتداء. اروح نبدأ ونخرجها. اذا هذا رافعة دي ساقطحها داخل معنتها دي زيرو. ثنائ زيادة الاستقرار بسكو فيها دو كابتور. في ها زوج الملتقطات. رحوا رفعه ساقطحها داخلها معنتها ضغط على السي سيذر. كما كنتم تلاحظوا هذه داخل وهذه الداخل. رافعة بساقطحها كذلك داخلها ضغط على بزيرو. اذا شية الاستقباليت هنا؟ بزيرو في سي زيرو في دي زيرو. اذا كونديسيو انيسيال ماذا تصبح بزيرو سي زيرو. قد واحد يقوليا استاذ الله ما تخذش رافعة جي بسكو فيها ملتقط جي واحد معنتها. استقرار متتخوش. رافعة فيها م ملتقط واحد زيد وشكين كين هذي اس واحد هو ملتقط الضوئي رافع كذلك أحادي تستقرر فيها ملتقط واحد هنا ما كانش ملتقط مضغوط في حالة راحة غير ملتقطة تاع روافق روحوا لي بعدها لبعدها روحوا اكس مية واربعة بما أنه القابلية وشيها ماني مع انتها ندير تشغيل يداوي حابن تستي إذا مية واربعة وشي هو سميها تشغيل يداوي ولن سميها أعمال تحقق من غير ترتيب إذا تلاميذ الأعزاء إذا اكس مية وثلاثة وشي هي هي إصلاح جي ب إذا بقبل ما نديرون أعمال تحضيرية وتشغيل الآلي وطلب طلب وطلب توقف نية الدورة لازم ننهيئو النظر لازم ننهيئو متمنشبين هو المتمنشبين لأشغولات إذا بان خارجو إيصلاح جي بيان وشغولنا لازم نبحثو على الأشغولات الرأسية ومراحل الانتظار الرأسية إذا أشغولة رأسية لها واحد وكاينة كذلك ثلاثة وكاينة هذه خمسة أربعة واللي حاب يفهمهم مليح 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 يروح لحصة رقم أربعة وربعين نخدمناهم بالتفصيل إذا إذا وشي هو الأمر تهيئ هنا وشي نكتبو نكتبو إيصلاح جي بيان هيئ لي أشغوله واحد وشغوله ثلاثة ومرحلة إنتظار ربعة خمسة إذا بعد ما عرفنا أمر تهي إيصلاح جي بيان واحد وشغوله ثلاثة وخمسة ربعة إذا وش هي الاستقبالية هي الاستقبالية لتبيل بلي كل شي راهو مناشط إذا وش نكتبو إكس واحد وإكس ثلاثة وإكس خمسة ربعة نكتبوهم هنا بهذا الشكل هذا بالنسبة لإستقبالية لمرحلة مية وثلاثة من بعد تلميذ الأ المصرجقة إستقابلة عن نهاية عمل التحذير piercing اسلح صغير الاستطirmiج Five علاقة تحذير nosotros الأعمال النهاية إذا النظام الألي يستمر في التشغيل إلى غاية نهاية الدورة إذا نحن نكتبه مواصلة التشغيل إلى غاية نهاية الدورة تحبوا تزيدوها عادي وهنا تناميذ الأعزاء كمنا مثال رقم 2 رحوا المثال رقم 3 في مثال رقم 3 يوجد سؤالين سؤال 1 انطلاقا من مناولة الهيكلية ومتمن إنتاج العادي أكمل متمن القيادة والتهيئة GCE والسؤال الثاني لماذا تم إضافة مرحلة الانتظار فارغة في متمن إنتاج العادي GPN 2 على هزتنا مرحلة 62 وكتبنا تسوي 1 نبدأوا بسؤال رقم 1 إذن التلاميذ الأعزاء وش رح نكملو؟ نحن نكملو الاستقبالية الموجودة تحت مرحلة 101 بما أنه 101 وضع النظام في حالة الابتدائية معناتها الاستقبالية كونديسيو انيسا وش نكتبوناها CE وهنا كونديسيو انيسيا نخرجوها من المناولة الهيكلية إذن كما كونتلاحظوا رافعة A فيها ملتقطين معناتها ثنائية الاستقرار تضغط على A0 رحوا الرافعة الثانية كما كونتلاحظوا كذلك تحتوي على ملتقطين ملتقط العمل وهو ملتقط راحة وداخلة في حالة راحة معناتها ضغط على B0 رحوا الرافعة C كما كونتلاحظوا ملتقطين وسقطحها داخلها معناتها ضغط على C0 رحوا الرافعة F كما كونتلاحظوا تحتوي على ملتقطين وسقطحها خارجة معناتها ضغط على F1 وش معناته؟ معناته كي تنشط مرحلة معينة وتغذى الرافعة وش حيصارها تدخل ساقتها بطلع هذا الغطاء إذن هنا وش هي F1 رحوا لي بعدها رفعة أو كما كم تلاحظوا ساقتها داخلها وش معناتها ضغط على أ صفر رفعة G تحتوي على ملتقطين وساقتها رهي داخلها إذن وش ضغطها؟ ضغط على G0 إذن وش هي الاستقبالية؟ إذن Condition initial في هذه الحالة ماذا تسوي؟ نحسبه مع بعض واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستكين ست استقبليات أما باقي الملتقطات ما تدخلش في Condition initial Condition initial وش هو؟ هو الضغط على init كل شي يرجع لحالة الإبتداء وش هي الملتقطات اللي تبيل لك كل شي يرجع إلى حالة الإبتداء؟ هي الملتقطات الخاصة بالروفع ثنائية الاستقرار أو ملتقطات ميكانيكية تكون مغلقة في حالة راحة إذن وش نكتبه مع بعض هنا يا نكتبه Condition initial تسوي A0 في B0 في C0 في O0 في F1 تخرجها في حالة راحة في G0 هذا بنسبة Condition initial رحوا المرحلة 107 بما أنه تشغيل يدوي والله اختباب بدون الترتيب كما كم تلاحظ هنا Money bar إذا هنو ش هتكون تكون Money Yield إذن رحوا المرحلة 103 بما أنه فعلتها عمل تحضيري إذن استقبلي التحوشي نهاية أعمال التحضيرية إذن رحوا مرحلة 104 إذن 104 فيها أمرين للتحيئة لماذا؟ لأنه عندي مدمن إنتاج العادي واحد وهنا عذروني يا جماعة مدمن إنتاج عادي رقم ثنين إذا في مدمن إنتاج العادي وش هي الأشغولة رأسية هي أشغولة واحد إذن هذن نكتب إصلاح جي بيان واحد ما بين قوسين واحد أما مدمن إنتاج العادي الثاني وش هي المرحلة الابتدائية مرحلة ستين إذن هنا وش نكتب إصلاح جي بيان ثنين هاي نكتب مع بعض إذا نمسح هذي ونكتبهم إصلاح جي بيان واحد وإصلاح جي بيان ثنين معنى تهيئ لي مدمن إنتاج العادي وذلك بتنشيط أشغاله واحد وإصلاج جيبيان الثنين مشمعتها هيئ لي ما تمن إنتاج العادي وذلك بتنشيط مرحلة ابتدائية ستين مرحلة ميو واربعة لي إصلاج جيبيان واحد إصلاج جيبيان الثنين وكتان نعرف باللي هيئنا لازمني تنشط لي أشغاله واحد وشمعتها ومعتها في وتنشط لي مرحلة إكس ستين إذا ماذا نكتب هنا إكس واحد في إكس ستين معنى تأمرين في زوج مطبقين رحوا لي بعدها إكس مية وخمسة إلي تشغيل آلي وبعدها مية وستة هي مواصلة التشغيل حتى نهاية الدورة معناتها في مية وستة طلبت توقف نهاية الدورة إذا وشية الاستقبالية نكتب آآ طلب توقف وآخر حاجة بما أنه مرحلة مية وستة مواصلة تشغيل حتى نهاية الدورة متى يتوقف النظام حتى نوصل آخر مرحلة في متمن الإنتاج العادي وهذه المرحلة بدون فلسفة وشكتبها فاندو سيكل نهاية الدورة هنا تلميذ الأعزاء كملنا سؤال رقم واحد وكملنا متمن قيادة والتهياء جي سي سؤال رقم اثنين لماذا تم إضافة مرحلة الانتظار فارغة في متمن إنتاج العادي جي بيان اثنين عرفنا في الحصة الماضية قواعد تطور وش قلنا قلنا كتعد مرحلة نشطها من نفس المرحلة وتخملها نفس المرحلة تبقى منشطة وهذه التي نسميها أسميها الاستحالة التكنولوجية في التكنولوجيا المربوطة مثل التكنولوجيا الهوائية والكهربائية انا المعناة نخدم تحتمل المرحلة نشطها نفسها وستخدمها وك GN60 أدعتم ه全ك مرحلة مع موضوع التكنولوجية وهذين نعالجوا هذه المشكلة ن geralmente نضيفها المرحلة تلاميذ الأعزاء فتفهموا المرحلة بهذا الآن إن البحث عن مرحلة ٦ٰ و اشوفوا ايش 커�صراك بإذا ن lógنا نجربه شهد بف coarseprom تقول لي تخملها مرحلة بعدية. ما هي المرحلة بعدية؟ تخملها ستين وشك تلاحظ. مرحلة واحدة ستين تنشطها ستين وتخملها ستين. هذي وش نسميها استحالة تكنولوجيا ما نقدش طبقها في تكنولوجيا الهوائية والكهربائية. اذا وش هو الحل بنت تخلصوا من هذا المشكل. نضيف مرحلة اضافية اخرى ثنين وستين. والاستقبال التي نكتبها تساوي واحد. اروح ونشوفوا واحدة ستين. هل ذهبت هل تخلصنا من استحالة تكنولوجيا ام لا. اذا اكس واحدة ستين شكون طوال مرحلة السابقة اكس ستين في اكس ستين واربا. واكس واحدة ستين ما الذي يخملها تخملها المرحلة البعدية اكس ستين وستين. كما كم تلاحظوا هنا تخلصنا من الاستحالة التكنولوجيا بعد اضافة مرحلة اضافية ثنين وستين واضفنا لها قابلية تساوي واحد. وهنا تخلصنا من الاستحالة التكنولوجيا في التكنولوجيا المربوطة الهوائية او تكنولوجيا المربوطة الكهربائية وهذه نحن نعرفهم في المستقبل ان شاء الله. اذا نكتب مع بعض. لماذا اضافنا مرحلة ثنين و تكنولوجيا في التكنولوجيا المربوطة الهوائية او كهربائية وهذا كل شيء بنسبة المثال رقم ثلاثة. هيا تلاميذي الاعزاء روحوا المثال رقم اربعة. مثال رقم اربعة فيها السؤال واحد. انطلاق من مناولة الهيكلية ومتمن انتاج العادي اكمل متمن قيادة والتهياء جي سي. بنفس الطريقة نبدأ ونجاوبه. اول حاجة مياه. وش يجي بعدها اينيت معتها اه تهيئة. كي تنشط مياه واحدة تهيئة جزء المنافذ. كل شيء يرجع لحالة الابتدائية. اذا وش طلب منا? طلب منا كونديسيو اينيسيال. اذا نروحوا نشوفوا حالة روافع ولا نحوصوا على ملتقطة مغلقة في حالة راحة. نبدأ مع بعض. اذا رافعة بي ثنائية الاستقرار عندها ملتقطين وساقطحة كما كم تلاحظوا ارا هي داخلها مع انتها ضغط على بي زيرو. لو كان اعطيكم ساقطحة خارجة وش مع انتها ضغط على بي واحد مع انت ندخل بي واحد. اذا كونديسيو اينيسيال وش يساوي? يساوي ساقة رافعة بي في حالة راحة داخل في حالة راحة مع انتها يبينها بي زيرو. بعد اروح الرافعة كما كم تلاحظوا. رافعة سي فيها ملتقطة مع انتها ثنائية الاستقرار وساقطحها راهي داخلها ضغط على سي زيرو. شكو يبيني الدخول اللي هو سي وايزيرو يكون ويساوي واحد منطقي. اذا روحوا نشوفوا لي بعدها رافعة ا فيها ملتقطة واحد مع انتها واحدة الاستقرار مع انتها فيها ملتقطة العمل فقط. مع انتها اذا يساوي واحد في حالة العمل. اذا في حالة راحة ما عنداش كابتون. اذا كده هنا كين هنا ملتقط كين ملتقطين. اذا كونديسيو انيسيو يساوي يساوي بي زيرو و سي زيرو. شكو يبيني اللي بي اللي رافعة بي وصي في حالة ابتدائي بزيرو و سي زيرو. نروحوا لي بعدها تلميذي الاعزاء. اه مئة واثنين ممكن قادة تقول لي استاذ النظام متوقف في حالة ابتدائية. ملتقطين راح نحاوس على اصلاح جيبيا هنا مكانش. اذا مئة واثنينة تشغل تحذيري. مئة واثنينة تشغل آلي. ومئة وخمسة توقف في نهاية الدورة. وعلى بقنا لازمنا ماتمان انتاج العيوب بتاع وشيوة. لازم تنشط له مرحلة معينة. اذا هنا مكانش. اذا مئة واثنين وش سيكون فيه. سيكون في امر تهيئة. اذا وش لازمنا ندرسه. ندرسه ماتمان انتاج العادي. نحاوسه على اشغلة الرأسية والمراحل الرأسية. كما كنت لاحظوا. اشغلة واحد هي رأسية. ومرحلة خمسة ثلاثة رأسية. لازمني نشط اشغلة واحد. ومرحلة خمسة ثلاثة. واللي حبي يفهم هادو. يروح الحصة الماضية فيها كل شي بالتفصيل. اذا امر التهيئة هنا وش يساوي? يساوي اصلاح جيبيان. نشط لي اشغلة واحد. وهي لمرحلة ابتدائي خمسة ثلاثة. اذا من بعدها تلميذي الاعزاء. هذه مية واثنين فيها اصلاح جيبيان واحد. فيها واحد وخمسة ثلاثة. اذا هنا وش نزيد ونزيد ونزيد وستقبل يوشة اكس واحد في اكس خمسة اربعة. بهذا اشاكل. اذا كنت تحقق اكس واحد و اكس خمسة اربعة. وش معناته? ما تمنئ انتاج العادي. اراه مو هي. بعدها تجي تلميذي الاعزاء. رحو ال 106. بما انه 106 قابلية التحوشية. ما نعمل. ما نعمل? ما نعمل? ما نعمل? اذا انا وش نكتب اعمال يدوية. ولا تشغيل يدوي. ولا نقدر نسميها تشغيل بدون ترتيب. بعدها تشغيل اختباري بدون ترتيب. هذا بالنسبة لمرحلة 106. رحو لي بعدها مرحلة 103. عطانا فعل تشغيل تحذيري. اذا استقبل التحوشية هي نهاية اعمال تحذيرية. 104 تشغيل الآلي. من بعدها هنا نظام يشي بدون توقف. كي تبدل مبدلة الى آآة 105 تطلب التوقف في نهاية الدورة. اذا هنا وش هي الاستقبال اتحا هنا فاندو سيكيل. اذا هنا وش تكتبو فاندو سيكيل. وهذا بنسبة تمارين رقم اربعة. رحو اخر مثال هو مثال رقم خمسة. كما كم تلاحظوا هنا كي سؤال انطلاق من مناولة هيكلية ومتمن انتاج العادي اكمل متمن قيادة جي سي ومتمنتهية جي اي. اذا هنا وش اكم تلاحظوا. تلاحظوا باللي هنا الصانع وش الدير. تفصل متمن قيادة على متمن تهيئة. ارسمني زوج ملا تامين. المتمن اول سمه لي جي سي. وش معتها متمن قيادة تلقي متعة او مية مية وواحد مية وثلاثة الى غاية مية وسبعة. ومتمن الثاني يسمى لي متمن التهيئة يهيئ. سمه لي جي اي مراقم من ميتين ميتين حتى ميتين وثلاثة. والمتمن انتاج العادي كما كم تلاحظوا في هذه الحالة. اذا سؤال وش قال لكم. قال لكم انطلاقا من منوية ولا هيكلية. ومتمن انتاج العادي اكمل متمن قيادة جي سي ومتمن تهيئة جي اي. اذا اول حاجة تلميذي الاعزاء احنا نبدأ ومتمن تهيئة. متمن تهيئة وش وظيفته هو لي هيئة نظام وارجع كل منافذة الحالة الابتدائية. اذا مش راك تلاحظوا اكس ميتين مناشطة. يتحقق اكس مية وثلاثة. اذا كنجيبوا هذي. اليها تهيئة نظام الي. وش هو كنتهيئة نظام الي. تحقق لي كونديسيو اينيسيال. اذا وش طلب مني هنا كنكملو كونديسيو اينيسيال. اروحو نشوفو حالة روافع. اذا اول رافعة ا. كما كنتم تلاحظوا داخلها في حالة راحة. هو الضغط على ا زيرو. معانتها ا زيرو و. رافعة الثانية هي رافعة ب. فيها ملتقطة مع تثنية الاستقرار. في حالة ترحة الضغط على ب زيرو. معانتها داخلها في الحساب. رافعة ثلاثة ساقتها داخلها. ضغط على س زيرو. معانتها هو سزيرو. ا فيها ثلاثة ملتقطة و. ملتقطة في حالة ترحة. ضغط على ا زيرو. معانتها في حالة ترحة. ساقتها داخلها. اذا التلميذي الاعظر هناكentre عندي عندي ربع ملتقطة. اه حدية الاستقرار فيها ملتقطة لعمل فقط. اا هذه خلية كاهر لا يصبح م soughtاوش الحساب. هذه junto ميدخلوش الحساب. هذا كاملة اعمال تحذيرية. اذا وش هو الملتقطة الميكانيكية التي تكون مغلقة في حال طرح. اذا هناك ده كين ملتقط اربعة. اذا نكتب مع بعض. يستوي A0 في B0 في C0 في E0. هذا بنسبة المتمن التهيئة. اذا تلميذ الاعزاء رحوا متمن قيادة جي سي. كما كنت لاحظوا نبدأ في مئة وثلاثة. اذا وشي هو الفعل تها مئة وثلاثة بما انه كين اينيت. وش معناتها رجوع المنفذة? وش معناتها تهيئة? ولا رحوا نشوفه هنا يا. كي تنصد اكس مئة وثلاثة وش يصير المنفذة? رجوع جميع المنفذة. اذا اكس مئة وثلاثة ما هي? هي تهيئة الاولية للنظام. رحوا لي بعدها مئة وربعة تسخين. نهاية التسخين كنت وصلتها مئة وخمسين درجة ما كانش مشكلة. مئة وخمسة وش فيها اصلاح جي بيان? وش لازمنا نخرج التهيئة? كما كنت لاحظوا هنا مرحلة رأسية وش كينة? كينة هذه مرحلة سيفر. اذا وش نكتبو اصلاح جي بيان سيفر. اذا اصلاح جي بيان سيفر. والاستقبالية التاحة يجب ان تكون مرحلة مهيئة. محققة اذا وش نكتبنا اكسة سيفر. بعدها مئة وستة جماعة حتكون تشغيل الالي. والار وكي تطلب توقف اعطة نشوط مئة وسبعة اليوم وصلت تشغيل حتى نهاية الدورة. اذا في مئة وستة وش هي التشغيل الالي ولا اذا تشغيل الالي. انا تناميذي الاعزاء كمنا اخر مثال وما بقى علي يبقى لكم غير سلام.